أكثر من 14 غارة شنتها طائرات الإسرائيلية على مواقع مختلفة بضاحية بيروت الجنوبية خلال هذه التغطية المسائية بعد انذارات أطلقها الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه الخاص عبر منصة أكس أفخي أدرعي الذي أنذر بعدة مباني باستهدافها وبالفعل قامت الغارات بتنفيذ تلك الهجمات الجوية خلال الساعات الماضية منذ ساعة حتى الآن تقريبا هدأت نسبيا الأمور هنا لم نعد اسمع أصوات الطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية كذلك الأمر فيما ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية بشكل باتت الضاحية الجنوبية ملبدة بالدخان الأسود كما أن الغارات استهدفت مواقع مختلفة منها منطقة الحدث في عدة مواقع نذكر منها محيط الجامعة اللبنانية في الحدث أيضا محيط قاروت مول ومواقع أخرى إضافة إلى حارة حريك نتحدث أيضا عن حي الجاموس وحي الأمريكان وكذلك الأمر في برج البراجنا وتحديدا في منطقة المريجي هذه الغارات كما ذكرت ألحقت ضرارا كبيرة بالمباني عدد كبير من المباني المستهدفة سويت مع الأرض بشكل كامل ومباني أخرى محيطة تم لحق بها بعض الأضرار كذلك الأمر نسمع من حين إلى آخر الرشاقات النارية التي تطلق من أرجاء الضاحية الجنوبية لبيروت بعضها تحذيري وبعضها أيضا خوفا من وجود بعض السارقين الذين يستغلون هكذا الظروف للدخول إلى بعض المنازل وسرقة محتوياتها نعم فيما يتعلق بالإنذارات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي أو المتحدث باسمه هل ما زلنا عند نفس التحذيرات أم أنه باتت أكثر شمولية أم أنه بالفعل يتم التحذير في مبنى معين ويتم استهدافه المؤكد أن كل المواقع التي أنذر باستهدافها الجيش الإسرائيلي تم الإغارة عليها لكن أيضا الغارات شملت مناطق لم ينذر بها الجيش الإسرائيلي خلال هذه الليلة وهذا مجرت عليها العادة هناك محليليون سياسيون يقولون أو عسكريون يقولون أن تلك العمليات تتم حسب الرصد الميداني والجوي بالمسيرات أثناء تلك التحذيرات حين ترصد الطائرات والمسيرات أي حركة مشبوهة خلال تلك الغارات وبعد تلك التحذيرات يتم استهدافها بشكل طلقائي هذا ما نقله محليلون عسكريون خلال هذه الحرب وبالتالي هناك مواقع لا ينذر باستهدافها الجيش الإسرائيلي وبالفعل تتم استهدافها عبر غارات سواء بالمسيرات أو بالطائرات الحربية فيما لو أردنا الحديث أيضا عن الجانب السياسي حسام أستطيع أن أؤكد لك ما نقلته مصادر الحدث عن عدم وجود زيارة مرتقبة أقله خلال الأيام القليلة المقبلة للمبعوث الأمريكي عموس هوكشتاين إلى بيروت مصادر الحدث كانت أكدت أنه لا مواعيد محددة حتى الساعة لدى رئيس مجلس الوزراء وأيضا لدى رئيس البرلمان اللبناني خصوصا أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيتوجه الأحد إلى الرياض من أجل الانضمام إلى القمة العربية الإسلامية المزمع عقدها نهار الأثنين في العاصمة الرياض فيما يتعلق أيضا بالتطورات الميدانية مرة أخرى إبراهيم نتابعها وإياك شهد اليومان الماضيين عدد من الاغتيالات واستهداف محدد لسيارات بعينها هل يمكن القول أنها توقفت في هذا اليوم؟ نعم اليوم لم يتم استهداف من هذا النوع لسيارات أو أشخاص يتم رصدهم في مناطق مختلفة إنما الغارات كانت على مواقع في البقاع وأيضا في جنوب لبنان قبل ساعة تقريبا من الآن استهدفت الطائرات الإسرائيلية مدينة النباطية وكذلك قبلها كان هناك استهدافات متتالية لمدينة صور ألحقت أضرارا كبيرة وأيضا سقط عدد من القتلى زاد عدده عن تسعة قتلى وعدد كبير من الجرحة توقفت فرق الإغاثة والإنقاذ عن البحث عن ناجينة أو قتلى في تلك الغارات وفي تلك المواقع بسبب عدم إمكانية الرؤية وأيضا انقطاع طيار الكهربائي عن مدينة صور بشكل كامل دون وجود أي وسيلة لاستكمال تلك العمليات كانت أيضا الطائرات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية شنت هجمات متتالية على عدة مواقع في جنوب لبنان كغطاء ناري للقوات البرية المتقدمة في الجنوب وفي القرى التي باتت بشكل يومي تتعرض للقصف غير المنقطع وغير المتقطع وبالتالي حزب الله كان شن عدد من الهجمات أيضا خلال الساعات الماضية ضد مواقع وجنود إسرائيليين ومستوطنات إسرائيلية في الشمال الإسرائيلي لكن تلك الهجمات مقارنة مع الأيام السابقة انخفض عددها وأيضا مداها من حيث المدى في الجغرافي في الداخل الإسرائيلي كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا تحدثنا هنا عن ضحية جنوبية 14 غارة أيضا مقارنة مع هجمات حزب الله كانت 16 استهدافا وبالتالي الهجمات التي شنتها طائرات الإسرائيلية لا تقارن مع الهجمات التي يقوم بها حزب الله خلال هذه المعارئ كل شكرا لك إبراهيم على كل هذه الإضافات والمعلومات بطبيعة الحال مستمرنا معكم خلال الساعات المقبلة حدثني من بيروت إبراهيم فتفت مدفد الحدث شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة